طيب ماذا يحدث في نادي الزمالك تعرفيني نادي الزمالك نهارده قلت الكام ده برحل حضراتك وكان فيه اجتماع مجلس دارة لنادي الزمالك النهارده مجلس دارة نادي الزمالك اجتمع وقال او مد الاجتماع لغدا الاثنين لحين ما يشوف لجنة التظلمات اللي هي المستشارة عادل الشرباجي هيعمل ايه اللي هي لجنة الاستقناف انا هفهمكم موضوع الليجن ده عشان النهارده عاد تزاكر والله ما شاء الله عندنا لجن كتير ومسميات كتير وفيه مسميات متشابهة بس هي لجنة عشان تبقى بس فاهم لكن التظلمات هي لجنة الاستقناف تمام عشان لما حد يقولك لجنة الاستقناف ما تلغبطش هي هي وهي رئيسها المستشار عادل الشرباجي فالزمالك قاعد النهارده وعند الزمالك مشكلة واحدة هل هيتم تنفيذ عقوبة قهرباء غدا ولا لا من اخر اللي حلقتك كلكم عارفينه الاهل يمتمسك انه كهرابا يلعب المباراة مباراة السوبر وان العقوبة تعلق لحين البت فيها من لجنة الاستقناف بعد ما لجنة الانضباط عقبت كهرابا 12 مباراة ويهي نادي الزمالك قالك لأ مايلعبش المباراة اللي جاي وتوقف منذ اصدار القرار من لجنة الانضباط وانه الطعن اللي قدمه النادي الاهلي لا يوقف في العقوبة هو ده الخلاف يا لحراكم عارفينه خلاص منذكرينه كلكم يعني طيب اشتركوا في القناة